موطن شغل جديد يزمنا نلقاهم في العام صرح بالكلام ذي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبدالقادر الجمالي اللي قال نحتاجه سنويا إلى خلق حوالي 85 ألف موطن شغل جديد للتحكم في معدل ألا بيتالة وأضاف أنه يجب توفير أكثر من 100 ألف موطن شغل سنويا من أجل التمكن من تخفيض نسبة البتالة في ذل الظروف الاقتصادية الوطنية والعالمية الدقيقة نحبكم تعطيوا لأعداد للكلامة هذية الموضوع البتالة للأرقام اللي ما تبدل منها حتى شيء من الثورة اليوم ويمكن حتى زادت والتشالانج اللي عنا لودي فيه لو نحكيه معناه اليوم حسب السيد المسؤول رئيس ديوان وزارة التشغيل يزمنا 100 ألف في العام باش نبدأه كل عام بشوية بشوية نمتصه كالمئات الألاف متاع العاتلين عن العمل أين نحن من أهداف الثورة اللي قامت عليها هذه الثورة والبلاد اللي شعلت في 2011 عالناس البطالة والناس اللي مناجمتش تخدم بديبلوميتها خطر محسوبية ولا خطر البلاد ما عادش فيها نمو اقتصادي مع الشامة كرياسيون دريشيس وينما كل أهداف والشعارات حاتم محمود اوزر وينو مهداف الثورة وينو مهداف خمس وعشرين جويل يزيد اللي قال معناها جيب كونسبت رئيس الجمهورية ما ناش قاعدين راو في التنفيذ وفي الناس انخرطوا مع مشروعه وما انخرطوش مع الفكرة عليش يزمو جسير راسي جمهورية مش خاطر الفكرة خائبة خاطر عندك إدارة من رصاص ريت بكر يش نحكيه اليوم حكينا مارتين جبدنا على الإدارة جبدنا عليها في البطات وجبدنا عليها في الميكانيزمات التجارية في الميكانيزمات معناها نحنا رانا شعب تاجر راهبوا تأسد الجمهورية التونسية بثلاثة آلاف سنة ببنية على التجارة ستان كونتوار سنجمية تين بي معناها ولا ان امبير ستان كونتوار كتشوف كارتاجر كل عسى واحد معناها الكنة بتاع التجارة فيه دمنا وتتفكر معناها والناس اللي تمشي وتعيش لبرة وفما عنا برشة الناس تخدم بعد ساعة تمشي لشانغاي ترقى فما توينسا معناها فيه دمنا في اللجين بردير قوي معناها فيه علاقة بالبطالة والأرقام بردير اللي إذا إنتي ما عندكش ابتكار جديد للاقتصاد متاعك ما تنجم تخدم حتى خدير العبد الكل تحدي مصمار في حيط فيه إدارة تطلع الدنيا تهبط تصير حرب ما تصيرش حرب عنده شهرات وتتصب لفنسيس بتتوخر عليه تلافهم يمشي يعمل هذا في تأكيد أنه العقلية تبدلت من كارتاجر اللي تحكي عليها لليوم تبدلت عقلية تولسي ولا يحب مصمار في الحيط ركوشي بيه أوكي ولكن في الأثناء زادة من الفين وحدش عربعتاش جامبي حتى لليوم شو عملت البلاده دي أماناكي نحكي علي كرياسان دريشيس على منويل الاقتصاد يعني منويل تنموي شو عملت البلاده دي بش الخدامة بش الصغار يعملو دي بش Sporting بش يخذوا ديزينيسياتييو شنو عملت في هذا الكل بش تحد من البلاده الاماناكي ناقرن صفر